السلام عليكم سوف نحضر البطاطة سوف نحضر البطاطة فريت كمية 1.5 كيلو سوف نقليها سطر الججج سوف نقضع طريفات صغار سوف نقضع طريفات صغار سوف نقضع طريفات سوف نقضع طريفات والجججج والزيت سوف نقضع طريفات سوف نقضع طريفات الملحة والفزر سوف نحركه جيدا حتى تشحر سوف نحركه حتى طيب لدينا البشاميل سيطرة الحليب نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة قوزه نضيف ملحة نضيف ملحة سوف نضع معلقة كبيرة للطحين يكونوا عامرين جيدا نضع معلقة عامرين نضع معلقة عامرين نحرك جيدا لا يبقى كثولة للطحين نضع معلقة الزبدة صغيرة معلقة عامرين سوف نحرك جيدا والبطرة شعلة حتى تعقاد لنا كريم وهنا لدي مربعة صندويج فروماج ونصر سوف نقوم بالجبن من الأحسن أن نضعنا الجبن الأصفر بشكل جيد وعلىهر ثم نضعها ونضع نقوم بشأن ليس لديه حتى تضعين نضعها القوامل سوف أعدها ونضع سوف نحركهم جيدا و نغطيهم و نجعلها تبرد لكي ندوزون وجدوا المول هنا المول هنا المول هنا المول للمحكوك وهذه البطاطا التي قليت وهنا ما يشاملها مبعد ما بردت نأخذ حد شوية سيت و ندهن بها المول و ندهن بها المول و ندهن بها كاملا و ندهن بها كاملا لان لا يسق لها البطاطا مالذي ندهن بها و ندهن بها و لا تحرق سوف نجعل البطاطا و نخلط بها البطاطا كاملا و ندهن بها و ندهن بها و نحركها كاملا سوف نحرك نحركها مزيان و ندهن بها كاملا و نحركها و نضع البطاطا و نسرح البطاطا و نستخدم بسبب و نضع البطاطا و نضع المول كاملا و نضع البطاطا نضيف الفراغات نضيف الكمية نضيف الاختيار نضيف الاختيار نضيف الاختيار نضيف الموزارين نضيف الاختيار هذا البطاطة يأتي بنا دقاطة يجربوه يأتي رائع أخوي كامل يجب أن نقوم بالتجربة يجب أن نقوم بالتجربة ونقوم بمضيفة لديه قطة بعدها نقوم بمضيفة ونقوم بفق من الموزاريلا ونقوم بمضيفة ونقوم بمضيفة جميلة ونقوم بأسطل أخطي سوف اضع الموزاريلا والفرن سوف نقوم بتجمع ونضع التحمر لتحرق سوف تدهب لتعطي لون زويد ثلاث حمرات سوف تأتي كارما سوف نتلقى مليك طيب من بعد ما وجدت معنا هيا كيفشت ها دقاطان تايجيرا اعدي البطاطا سنقول لكم مغير جربوه هشكل ديالو كيف جاء تايجي بنين بزاف سلام عليكم متسوج ديروجي مقابوني